سيادة لقيد الركن عمر بن الهي من القائد العسكري الجيش توحيد في حمص موقفكم من سياسة التهجير وموقفكم من مؤتمر الأسيطاني والمفاوضات اللي عم تحصل مع استمرار سياسة التهجير والقصف للمستمر الحمد لله هلأ مثل ما شايف أنت نظام بشار الأسد من بداية السورة كان شعاره إم الأسد أو نحرق البلد طبعا حرقوا البلد من أجل الأسد من غير المعقول أن يكون هناك شخص مقابل 24 مليون شخص هل هذا البلد هو ما عنده شخص يقود هذا البلد غير بشار الأسد أم هذا الرجل هو من صناعة المخابرات العالمية من صناعة المخابرات الإسرائيلية من صناعة المخابرات الأمريكية من صناعة كل مخابرات العالم عم تشتغل معه على هذا الموضوع بالنسبة لـ 18 شهر هو تهجير أهلنا بلوعر وذكرى السورة طبعا النظام هو متبع سياسة الحصار القتل التجويع من خلال هذا الموضوع شفنا نحن أجل المفاوضات وأجل للتذكير الناس أن هذا النظام هو نظام قاتل نظام نازي ما يتعامل إلا مع العنف مع المخابرات العالمية هو صنيع متبع للمخابرات العالمية بمساعدة روسية شفتنا نحن اللي كانوا عم يفاضوا هن الضباط الروس كل شيء أو الإيرانيين يعني هو عبارة عن مثل ما عم يكتبوا على الفيس أو كذلك هو دي الكلب يعني دي الكلب ما له أي قرار أو ما له أي شيء بالنسبة للشباب اللي بأستانا أنا حكيت بأحد المقابلات أنه يا أخي الضامن ما بيكون هو نفسه أو راعي المفاوضات ما بيكون هو نفسه القاتل المريكية طب سيادة العقيد لو تغيرت الدول الضامنة للأمر وللمفاوضات هل عنكم قابلية للمفاوضات؟ هلأ أنت منين بتشوف الدول الرائية الدول الرائية هي بدأت تكون ذات مصداقية بدأت تكون هي موجودة على الأرض وموجودة تسمع تطاع يعني هلأ النظام غير قادر يحرك أي مقاتل على الجبهات ليش؟ لأنه هدولة بيتحركوا بأمرض حزب الله والحرس السوري الإيراني والقوات الروسية من حميمين أما الروس بيقولوا لك سنقف إطلاق النار ووقف إطلاق النار ساري لحد الآن بشكل جيد وين صامد؟ 28 مجزرة خلال شهر شباط وين الصمود تبعوا هات؟ هاي مجازر بس طب سيادة العقيد لو توجهت لكم دعوة لمؤتمر جينيف هل تقبلون الدعوة؟ الدعوة على مؤتمر جينيف أو على غيره نحن ما بروح إلا ضمن شروط الشروط هي معروفة القرار 2254 هل سيطبق هذا؟ أم لا يطبق أما نحن بدنا نروح على المفاوضات مثل المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية من 48 لليوم على نفسها أما لمن بيكون في جدول أعمال نظامي في التزامات من الدول يعني بتقول أمريكا وسعودية وتركيا وقطر وروسيا أنه مرحلة الحكم الانتقالي تبدأ من تاريخ مثلا 19-3 وتنتهي بـ 19-9 ويلزم فيها نظام بشار الأسد وروسيا وإيران راعيتين لهذا الموضوع هيك ساعة أنت بتروح أما نحن بدنا نروح منطبق القرارات أو ما مطبقون أو اليوم نقعد مع النظام على طاولة وحدة أو اليوم ما منقعد أو المفاوضات بشكل مباشر أو بغير مباشر هذا الحكي يعني ما نمقبول بالنسبة لنا ما نمقبول سيادة العقيد ختاما للقاء كلمة توجهة بعد سيطرة النظام على كامل أحياء حمص نقول حسن الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله نحن إن شاء الله صامدون بريف حمص الشمالي ولن يتمكن النظام من دخول ريف حمص الشمالي مهما حاول لأنه تعرض الريف حمص الشمالي لعدة هجمات وعدة ضربات كانت ضرباته متتالية كانت ضرباته قاسية جدا كان اقتحاماته بشكل وشفنا نحن شفتوا أنتوا الجسس بعينكو شفتوا الجسس شلون كانت على الجبهات والحمد لله لم يتمكن من التقدم متر واحد فنحن نعد أهلنا بريف حمص الشمالي أن النظام لن يتمكن من التقدم ولو شبر واحد على أرض ريف حمص الشمالي شكرا سيادة العقيد أهلا وسهلا